وأيضا في إطار النشاطات للأسبوع الوطني للمرأة التشادية نظمت عصر أمس جمعية تنمية الرعاة في تشاد ندوة توعوية حول المرأة الرعوية والأعباء الأسرية في مجتمعها وذلك بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة التشادية المناسبة جرت بمقر اتحاد دعم مؤسسات اللغة العربية تقرير حارون أباد في إطار فعاليات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية فإن جمعية تنمية الرعاة في تشاد نظمت هذه الندوة التوعوية بإشراف من أمانة المرأة بالجمعية وجاءت الندوة تحت عنوان المرأة الرعوية وعباء البيئة الأسرية في مجتمعها وقد افتتح الندوة رسميا رئيس الجمعية دكتور أحمد أبو الفتحي وثمان الذي دعا إلى ضرورة تنظيم مثل هذه الملتقيات الفكرية للتفاكر والتباحث حول الشؤون المجتمعي المتعلقة بحياة المرأة الرعوية وتقديم المقترحات لإيجاد حلول لمعاناتها المرأة الرعوية تعتبر من مكونات المجتمع التشادي فلها الحق في أن تعيش كامل الحقوق مع أختها المدنية فنحن بحاجة إلى أن نتضافر مع بعض ونتحد من أجل أن نبحث عن آلية معينة نستطيع من خلالها أن نقدم لها العمل اللازم ونقدم لها العون المتمثل في عملية التوعية وقد تابع الحضور عدة مداخلات في شكل أوراق قدمتها بعض المشاركات شملت عدة محاور كالتعليم وتربية الأطفال وإنتاج الألبان في إشارة إلى باعيعة ألبان الإبل للمتجولات كما تشير المداخلات إلى أن المرأة الرفية يتركز نشاطها في الزراعة وتربية المواشي ورغم هذا الدور الكبير والفعال الذي تؤده إلا أنها لا تزال تواجه تجاهلا وخرمانا من حقوقها الأساسية كان عدم الرعاية الصحية والجهل والبعض عن الدين وغياب الثقافة الشرعية كما هناك عوامل أخرى فتحت المجال للظلم الاجتماعي لذا يجب الاتجاه نحوها والوقوف بجانبها لتصبح عنصرا فعالا ومنتجا بطريقة علمية بالإضافة إلى توفير البنى التحتية لا سيما في المواقع الأكثر اختياجا للمرافق الخدمية والمشاءات الصناعية لتحويل إنتاج المرأة الرفية إلى مواد استهلاكية تضمن لها عائدات مالية ترجمة نانسي قنقر